كشفوا عن تلاعب شركتين في مبلغ 40 مليون درهم في تفاصيل هذا الخبر كشف البنك المركزي عن تفاصيل حظر مصرفي فرضه على شركتين استولتا على مبلغ يقدر بنحو 40 مليون درهم إماراتي مستقطعا من حصائل الصادر مخصصا لاستيراد الأدوية البشرية حسب منشور البنك المركزي السجن عشر سنوات لصاحب مخبز تلاعب في حصة الدقيق هذا خبر جاء في ذات الصحيفة وفي تفاصيله قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب حكما بالسجن عشرة أعوام والغرامة 20 ألف جنيه ذلك في مواجهة صاحب مخبز أدانته المحكمة بالتلاعب في حصة الدقيق وبيعه في أسوق السوداء مقابل عائد مادي